قصف جوي إماراتي على القوات الحكومية وإعادة لتوسيع دائرة الصراع في المحافظات الجنوبية هكذا يرى متابعون الوضع في عدن وما شهدته من أحداث خلال الفترة السابقة مصادر محلية قالت إن الطائرات الإماراتية شنت غارات على القوات الحكومية في مواقع تمركزها عند نقطة العلم المدخل الشرقي لعدن بالإضافة إلى غارات أخرى على مدينة زنجبار أبين مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في تلك الغارات الحكومة لم تصمت هذه المرة كما جرى عليه الحال خلال الضربات السابقة التي استهدفت قوات للجيش حيث أدانت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في بيان مشترك القصف الجوي على قوات الحكومة بيان القوات المشترك دعا الرئيس هادي والحكومة والسعودية إلى محاسبة المتسببين في ذلك مؤيدا الموقف الحكومي المطالب بتوقيف الدعم العسكري والمالي الإماراتي للتشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة وزارة الخارجية أيضا حملت دولة الإمارات كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف التي وصفته بالخارج عن القانون والأعراف الدولية مؤكدة الاحتفاظ بحقها القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير ردود الفعل في الأوساط المجتمعية والسياسية تصاعدت بعد القصو حيث اعتبره كثيرون بمثابة فتح حرب واضحة على الشرعية من قبل دولة الإمارات بالإضافة إلى جعل المحافظات الجنوبية بؤرة جديدة للصراع السياسي والاقتتال المجتمعي وإعادة إدخال البلاد في دائرة الحروب والأحقاد المترامية